السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات في مدينة أتوى قتنو وفي كندا وفي جميع أنحاء العالم أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ففروا إلى الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا من عباده المخلصين آمين يا رب العالمين قبل أن نبدأ الحلقة أود أن أوجه عناية حضراتكم إلى أن المسجد الكبير في أتوى يقوم بالكثير من الأعمال خلال هذه الفترة التي ينتشر فيها فيروس الكورونا في جميع أنحاء العالم وأغلقت فيها المساجد وعطلت فيها الصلوات الإخوة المتطوعين هنا ما شاء الله جزاهم الله كل خير يقومون على خدمة الجالية في أكمل وجه قد قاموا بالتواصل مع حوالي خمسمائة عضو من أعضاء الجالية التواصل معهم والسؤال عنهم خاصة كبار السن إذا كانوا يريدون أي مساعدة ويذهبون الإخوة والأخوات إلى البيوت إذا كان هناك أخنا أخت يريد أن يشتري شيئا فيذهبون ويشترون هذه الأشيات أو الأغراض ثم يأتون إلى المنازل ويوفرون على الإخوة والأخوات الكثير من الوقت والمال فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم جميعا إلى ما يحبه وارضاه وأيضا المسجد كما نعلم الصلوات لا تقام الصلاة تره الجماعة ولكن يقوم الإمام والأخوة الذين يعملون في المسجد بالصلوات الخمسة وكذلك الجمعة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه وارضاه وأن يعيدنا إلى مساجدنا سالمين غانمين يا رب العالمين اليوم إن شاء الله بإذن الله نحن في شهر شعبان شهر مبارك كما قد تحدثنا ليلة أمس عن أن هذا الشهر شهر يترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وهو شهر يغفل الناس عنه بين رجبا ورمضان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر وكان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم معظم هذا الشهر وكان الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح فيما بعدهم كانوا يصومون ويقرؤون القرآن حتى سمي هذا الشهر بشهر القراء لأنهم كانوا يقرؤون القرآن كثيرا في هذا الشهر اليوم إن شاء الله بإذن الله نأخذ حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي يرويه لنا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا وصية جامعة مانعة لخمسة أشياء نقوم بها فالله سبحانه وتعالى يوفقنا إلى كل خير اليوم سنأخذ الجانب الأول أو الجزء الأول من هذا الحديث اغتنم خمسا قبل خمس الأول شبابك قبل هرمك فترة الشباب كما نعلم اليوم وفي هذه الأيام الصعبة التي ينتصر فيها هذا الفيروس في كل مكان الكثير من يجلسون في البيوت ولا يقومون بأفعال كثيرة وخاصة الشباب فالشباب لابد عليهم أن يعلموا أن الإسلام قد أولى لهم اهتماما عظيما وذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وقدمهم الله وقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكثير من المجالات فلماذا نتحدث عن الشباب وخاصة في هذه الأيام لأن فترة الشباب تتميز بخصائص لا توجد في غيرها من فترات العمر ومن أهمها أن هذه المرحلة يتمتع فيها الإنسان بجميع قواه الجسدية والعقلية وهي أطول مرحلة في عمر الإنسان فالإنسان منه يبدأ فترة الشباب في سن الرابعة عشر خامس عشر من العمر وتنتهي في فترة الأربعين من العمر فهي أطول مرحلة في عمر الإنسان وأن الشباب هم همات الغد ورجال الغد ونساء الغد وفي صلاحهم صلاح للأمة وفي فسادهم فساد للأمة فهم القوة المحركة لأي أمة على وجه الأرض ولذلك يهتم الإسلام بالشباب اهتمام عظيم وكما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى إلى أممهم وكانوا في فترة شبابهم يقول الله سبحانه وتعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أي أنهم هم الشباب الذين ابتعثهم الله إلى أمم قبلك يا محمد فهداهم الله إلى طريقه فاهتدي بطريقهم فالله سبحانه وتعالى قد هداهم للإسلام وإلى الإيمان به وأنت أيضا يا محمد سوف تهتدي بهديهم لأنهم كانوا مسلمين كما أنت مسلم وكذلك ربنا سبحانه وتعالى يتحدث في كتابه حينما يحكي عن سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما ذهب وحطم أصنام قومه حينما قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم فوصف سيدنا إبراهيم بأنه شاب فتى يذكرهم وكذلك في سورة الكهف لما قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى فكل هذه الآيات تدل على أن الشباب هم قوة محركة للمجتمعات والله سبحانه وتعالى يعطيهم من فضله ومنته وعطائه إذا اتبعوا السبل الصحيحة والشباب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد الأحاديث الكثيرة تتحدث عن الشباب ومن أهم هذه الحديث حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم وشاب نشأ في عبادة الله أو وشاب نشأ في طاعة ربه فأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة شاب رجل أو امرأة أخ أو أخت في سن الشباب نشأ في بيئة سليمة نشأ في أسرة مسلمة تخاف الله سبحانه وتعالى فعلمه الأب وعلمته الأم كيف يكون أو كيف تكون مسلمة أو مسلما كيف يعيش الإنسان لا يعيش فقط لنفسه ولكن يعيش لمن حوله ويساعدهم وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شباب لا نجد شيئا فقال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتف حول الشباب ويستقطب الشباب ويعلمهم ويوجههم صلى الله عليه وسلم فحينما قال لعمر بن أبي سلم حينما كان يأكل معه يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك هذا توجيه نبوي لسيدنا عمر ولجميع شباب المسلمين ولأطفال المسلمين أن نسمي الله نذكر الله ونأكل بيدنا اليمنى ونأكل مما يلينا وكما قال أيضا لسيدنا عبد الله بن عباس وهو شاب صغير يا غلام يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله هذا الحديث الصحيح الطويل الذي يعتبر أصل من أصول هذه الشريعة الإسلامية حمله لنا سيدنا عبد الله بن عباس وهو شاب صغير كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن حملت الإسلام الأوائل كانوا شبابا سيدنا أبو بقر صديق كان في السابعة والثلاثين من عمره وكذلك كان سيدنا عمر بن خطاب في السابعة والعشرين من عمره وكان سيدنا عثمان بن عفان لم يتجاوز الرابعة والثلاثين وكان سيدنا علي في سن العاشرة والعشر المبشرين في الجنة لو نظرنا إليهم سيدنا طلح بن عبيد الله لم يتجاوز الرابعة عشر والزبيل بن عوام لم يتجاوز السادسة عشر وسعد بن أبي وقاص لم يتزاوج السابعة عشر وسعد بن زيد لم يتجاوز الخامسة عشرة كلهم شباب التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحوا من العشرة المبشرين بالجنة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلتف حول الشباب ويقربهم منه ويعلمهم صلى الله عليه وسلم لأنه علم أنهم مستقبل الأمة وهم حماة الغد فسيدنا أسامة بن زيد يرأس جيش المسلمين في سن الثامنة عشر وكما نرى سيدنا عبد الله بن الزبير يقود الغلمان لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا مصعب بن عمير يعني يرسله النبي داعي إلى أهل المدينة فيسلم على يديه الكثير من أهلها ويعني يدخل نور الإسلام في كل بيت عن طريق سيدنا مصعب بن عمير وهو شاب نشأ في عبادة الله ففي هذه الآونة ونحن نشلس في بيوتنا ولا نقوم بالعمل الكثير الإخوة والأخوات الشباب والفتيات علينا جميعا أن نراجع أنفسنا ماذا قدمنا لله سبحانه وتعالى في هذه الآونة من انتشار هذا الفيروس ماذا قدمنا لله وماذا قدمنا لعائلاتنا وماذا قدمنا لوطننا ماذا قدمنا للإسلام والمسلمين هناك بعض التوجيهات أولا علينا كشباب وفتيات أن نعلم أن ديننا هو الدين الحق وأن الله سبحانه وتعالى أرسل للإسلام ليكون الدين القويم فنتمسك به ولا يأتي إلينا أي شك في ديننا أولا لابد أن نبني العقيدة السليمة الصحيحة في حياتنا كشباب وكفتيات مسلمين ثانيا لابد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى جعلنا من خير الأمم أنتم أو كما قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس لماذا هذه الخيرية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فهل أنت أخي الكريم وهل أنت أخت الكريمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر في هذه الأوقات وهل تؤمنون بالله سبحانه وتعالى إيمانا راسخا في قلوبكم ثم تقومون بممارسة هذا الإيمان بجوارحكم إذا كنتم تفعلون هذا فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم وأن يهديكم سبل رشاد وإن لم تفعلوا ذلك فعودوا إلى الله سبحانه وتعالى وذاكروا دروسكم في العقيدة جيدا لأن هذا الوقت هو وقت امتحان ووقت ابتلاء ونريد أن نخرج منه يعني بإيمان قوي بالله سبحانه وتعالى أيضا على الشباب أن يعرف أن لوطنه عليه حق ولعائلته عليه حق ولكل من حوله عليه حق فحاول أن تعطي كل ذي حق حقه حاول أن تكون يعني لا تعق الوالدين عاملهم معاملة طيبة ثم تكون معاملتك طيبة مع الإخوة والأخوات خارج المنزل الأقارب الجيران الجالية التي تعيش فيها المنطقة التي تعيش فيها القرية التي تعيش فيها القرية التي تعيشين فيها أختي الكريمة أخي الكريم لا بد أن تظهر الإسلام على جوارحك الإسلام يكون هو حسن خلقك هذا عنوانك بين الناس وأيضا أخي الكريم أختي الكريمة على الشباب أن تكون قدوتهم الحقيقية هو النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون قدوتك ممثلة فلانية أو يعني لاعبة فلانية لا يكون قدوتك أخي الكريم شخص معين على السوشيال ميديا وهو حتى من غير المسلمين لا القدوة الحقيقية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لن نصلح حياتنا إلا بما صلح به حياة الأولين وحياة السلف وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقول نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أخي الكريم أختي الكريمة أتحبين النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تتبعينه أخي الكريم أتحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت لا تصلي عليه أتحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تصلي الصلاة في أوقاتها أتحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تسمع لوالديك فكيف نزعم حب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا يوجد في حياتنا إلا مواقع التواصل الاجتماعي الإنترنت الإنستجرام الفيسبوك ونستخدمها كلها استخداما غير يعني لائق ثم نزعم أننا شباب مسلمين وفتيات مسلمات ونرزو من الله العفو والعافية ونرزو منه أن يرفع البلاء كيف يرفع الله البلاء عن هذه الأمة وشبابها وفتياتها مشغولون بدنياهم وقد نسوا وتناسوا آخرتهم كيف ينصبنا الله سبحانه وتعالى أخي الكريم وأختي الكريمة في هذه الآونة من شر هذا الفيروس الفتاك الذي أخذ حياة الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم ونحن شباب مسلمين وفتيات مسلمات نجلس في بيوتنا ليل نهار نضيع أوقاتنا ولا نقرأ جزء من القرآن ولا نذكر الله سبحانه وتعالى ولا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصلوات نضيعها في أوقاتها قال المؤذن صلوا في بيوتكم فلا تصلون في بيوتكم صلوا في بيوتكم يرحمكم الله أخي الكريم أختي الكريمة الله سبحانه وتعالى يريد أن يرى منا ما سوف نقوم به في هذه الآونة فأروا الله في أنفسكم خيرا يغفر الله سبحانه وتعالى لكم ويزيح عنا هذه الغمة وينصر الأمة فلابد علينا أن نعلم أننا شباب والفتيات هذه الفترة فترة حرجة جدا في حياتنا فترة يتقرب منها أو من الشيطان فيها ويريد أن يأخذنا معه ويدخلنا مداخله وإذا أردت أن تكون من الشباب أو من الفتيات المسلمين والمسلمات الملتزمين الذين يقرؤون القرآن ويذكرون الله سبحانه وتعالى ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أخي الكريم فاعلمي أختي الكريمة أن الشيطان لن يترككم فسوف يجري وراءكم حتى يصرفكم عن ذكر الله سبحانه وتعالى فكونوا على استعداد تام أن تخوضوا هذه المعركة ولكن الله سبحانه وتعالى سوف يؤيدكم وينصركم لأنكم اتخذتم الله سبحانه وتعالى هو الإله وهو الناصر وهو المعين واتخذتم النبي صلى الله عليه وسلم أسوتكم وقدوتكم فاعلموا أن الطريقة إلى الجنة محفوف بالمكاره فلتستعدوا ولتقووا إيمانكم بذكر الله سبحانه وتعالى وبقراءة القرآن وأيضا لا بد عليكم جميعا أخي الكريم أختي الكريمة أن تستشعروا أنكم أنتم آباء المستقبل وأمهات المستقبل أنتم الذين سوف يقوم على أيديكم جيل من الإسلام والمسلمين فأروا الله من أنفسكم خيرا حتى يوفقكم الله سبحانه وتعالى لحمل هذه الأمانة أخي الكريم أختي الكريمة أمانة الإسلام ليست بالسهلة حتى تبلغ هذا الدين إلى كل من حولك ليس بالأمر اليسير فأروا الله من أنفسكم خيرا واذكروه في بيوتكم واذكروه في طرقاتكم حتى يمن علينا الله ويوفقنا إلى ذكره في مساجد الله وفي بيوت الله التي ناو حرمنا منها ولماذا؟ لأن الوباء والبلاء نزل بنا فلنرجع إلى الله جميعا إخوتي وأخواتي لا بد علينا أن نبتعد عن كل فكر هدام وكل فكر يأخذنا إلى طريق التشاؤم ولكن ينبغي علينا أن نتفائل برحمة الله وأن نتفائل بعفو الله سبحانه وتعالى هذه الآونة تريد شبابا مسلما وفتيات مسلمات يعرفنا ويعرفوا قدر الله سبحانه وتعالى ويعطوه قدره سبحانه وتعالى في حياتهم هذه الفترة تريد منا شبابا موحدا شبابا تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم شبابا ليس له أي ولاءات لأي أحد أو أي جمعيات أو أي منظمات ولكن الولاء الوحيد هو للا إله إلا الله محمد رسول الله فإذا رأى الله سبحانه وتعالى منا هذه الخيرية وهذه الدرجات التي نقوم بصعودها إليه تقرب منا سبحانه وتعالى فهو الذي يحبنا سبحانه وتعالى فلئن ذهبنا إليه نمشي أتى إلينا هرولة وهو سبحانه وتعالى الغفور الرحيم وهو الغني عنا إخواني وأخواتي اغتنم شبابك قبل هرمك هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فلنر الله في أنفسنا خيرا في هذه الآونة الصعبة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن يرفع عنا هذا البلاء وأن يصرف عنا هذا الوباء ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسانه اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا احفظنا يا رب من فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سختك يا أرحم الراحمين اللهم اصرف عنا البلاء واصرف عنا الوباء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته